للمتابعة ينظم إلينا من غزة الكاتب والمحلل السياسي سيد حسام الدجاني سيد حسام هل فقدت حماس لغة الحوار وباتت لغة العنف والتضييق والاعتقال هي اللغة الوحيدة التي تستخدمها مع أهل غزة؟ يعني هذه اللغة هي لغة مرفوضة ولا يمكن أن تؤتي بأي نتائج ولكن في المقابل لا يمكن أن نفصل ما يجري ضمن السياق السياسي الأشمل وأن ما يجري هو إنعكاس طبيعي لأزمة نظام سياسي فلسطيني تحت الاحتلال له متطلباته وأعتقد أننا كفلسطينيين أعفينا الاحتلال واليوم نحصد الثمار ومن يتابع الملف الإسرائيلي والمشهد الإسرائيلي يراقب كيف هي إسرائيل سعيدة على ما يجري في قطاع غزة وأعتقد أن تفسخ النسيج المجتمعي هو لا يمكن أن يخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي من هنا يجب أن تأتي المراجعة على كل الصعود على صعيد حركة حماس أن يتم إعادة تقييم ما يجري من عنف مفرد تجاه المتظاهرين وعلى صعيد أيضا الآخرين حركة فتح والسلطة الفلسطينية والفصال الفلسطينية هناك عقوبات أيضا هي جزء من تجويع قطاع غزة تفرد من قبل الرئيس عباس وهناك حصار واحتلال من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبذلك يجب أن تكون الأمور ضمن سياقها السياسي وليس سياقها الميداني التعاطي معها بجزئية المظاهرات والقمع وغير ذلك أعتقد أنه يجافي الحقيقة ويبتعد عن جذور المشكلة جذور المشكلة بالدرجة الأساسية هي سياسية بامتياز ما يحدث اليوم سيد حسام يعني هي مواجهات أو هو اعتداء واستخدام لنعنف من حركة حماس اتجاه أهل غزة وليس اتجاه فصائل فلسطينية أو قادة سياسيين من الفصائل الفلسطينية كيف ترى اتهام فتح لحماس بتعرض عدد من كوادرها للإقامة الجبرية في غزة يعني حتى المشاهد العربي يفهم الحالة الفلسطينية الانتخابات التشريعية عام 2006 منحت 87% لحركتين فتح وحماس نحن نعيش حالة استقطاب حاد أغلبية مجتمعنا الفلسطيني ينتمو لفصائل أو على أقل تقدير يناصر الفصائل وبذلك لا يمكن أن نفصل أي حراك عن سياقه الحزبي ما يجري بالضفة سيكون مرتبط بحماس وما يجري بغزة مرتبط بفتح هذا لا يعني وجود مستقلين ووجود ناس آخرين لمطالبهم مشروعة وهذا لا يعيب الفصائل أن تتحرك من أجل المطالب الحياتية المشروعة كالغلاء والبطالة وغير ذلك هذه أمرات بالتأكيد ولكن هنا أنا أحلل السياق السياسي الأكبر الذي ترى حركة حماس وفي هذا الحراك هو التهديد لوجودها ولمقاومتها وهذه مشكلة عند حركة حماس يجب أن تعالج ولكن في المقابل لها أيضا أرضية جيدة من الممكن أن نبني عليها ما تابعنا اليوم صحيفة الحياة الجديدة التي يرأسها عضو مجد الثوري في حركة فتح وهي تمول من السلطة الفلسطينية عنوان عريض تقول حماس بره بره هذا بالتأكيد ربما يخلط الأوراق ويحرف هل ما زالت هناك أرضية لحماس هل ما زالت هناك أوراق تمتلكها حماس اليوم بعد ما حدث في شوارع غزة ومقابلة هذا الحراك الذي يطالب بلقمة عيش مقابلته بهذا الكم من العنف هذا هو السؤال الجيد أعتقد أن على حركة حماس أن تبحث جيدا ولا يمكن لحراك حمساوي لوحده أن ينجح ولا يمكن لأي وسائل عنيفة أن تنجح احتواء المتظاهرين والمشاركة كون أن حصار غزة هو حصار على حماس وعلى فتح ولا يميز بين مسلم ولا مسيحي ولا أبيض ولا أسود وبذلك هذا الحصار يجب أن تعمل حماس على توظيفه في خدمة أهالي قطاع غزة من خلال قيادة هذا والمشاركة في هذا الحراك وفي المقابل توجيه باتجاه المحتل الإسرائيلي كون إسرائيل هي المسؤولة عن قطاع غزة وليس أحد غير إسرائيل غزة تحت الاحتلال وما قامت به إسرائيل عام 2005 أشكرك جزيلا وضحت فكرتك حسام الدجاني الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من غزة